السلام عليكم أمي المواطن طارق هاشنسان مقر بإني سلط وإن قمت لنشر مقطع فيديو أنت عيت فيه إني أسوع المسيح وكنت ليس الوعي وغير كامل للأهلية وعليه أتقدم بالاعتذار الشديد من الشعب العراقي عامة وابناء الديانة المسيحية خاصة وكذلك أتقدم بالاعتذار السلطات الأمنية لسبب البيزعاجها وسوف لن تتكرر هذه القضية مرة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين أيها الناس أيها المجتمع الإسلامي والنصارى واليهود والبوذية والهندوس فقد ظهر للناس عجلهم على يد اليسوع عيسى بن مريم الذي يبلع الأرض قصة وعدلة بعد الملئة غلما وجورا ها هو اليوم الذي ينتظره الناس الذي ينتظره العالم الذي ينتظره العلماء من المسيح والنصارى واليهود لقد ثبتت الرؤية وثبتت التعاليل والأدلة والمخطوطات والصور التي أنزلت من السماء أن هذا الرجل هو المسيح عيسى بن مريم فاستقبلوه واسمعوا منه نداءه الأخير الذي طالما انتظرتموه فصلوا على محمد وعلي محمد بسم الله الرحمن الرحيم لقد ظهرت لكم إني ياسوع المسيح المسيح ابن مريم عيسى ابن مريم لقد ظهرت لكم من العراق من ضغداد الكرف أظهر العراق والعالم كافة إني في ظهوري رحمة للعالمين رحمة لكم وأنزلنا الله لكم لكي أصدر القطر العدل اللي أصدروا عدله كما معملي الظلما وجورا فاتبعوني في نزول الخير والبركة كما موجود في القرآن والتورة في الإنجيل في نزول المسيح إني ابن مريم سيعمل خير وتعمل بركة وتمسه الحروب وتمسه الزلاجل وتمسه الزنب والطفل وغيرها ويسود الخير والبركة والرحمة فانصروا إن شاء الله في إيمانكم بيتي سيكون للعالم رحمة وأخوة بين الأديان وليس الحروب وليس القتل فبنزولي الخير والبركة ويعمل السلام فاتبعوني أيها الأخوة في العراق والدول والأديان كافة من الأسلام والمسيحية واليهود والبودية والإنجول فإني هذا أمام الله إني أقول لكم أني المسيح بالمرئم الذي يوحوه ودحد المرعودين ليظهر في الأرض فإني للأرض السلام عليكم ورحمة الله أسمي في الحياة الدنيا مسجل باسم هاشم سهم جمر والسلام عليكم ورحمة الله أيها الناس هذا ليس النداء الأخير هذا سوف تتليه بعض الأيام الآتية نداءات وليعلم أولي الأبصار إياكم أحسن عملا صدق الله العظيم اشتركوا في القناة